وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن النهاردة أول أيام المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية ده بعد أعلان نتيجة تحويلات تقليل لاغتراب الوزارة قالت أنه من المقرر تأجيل لنتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق للطلاب الناجحين في الدور الأول حتى تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وده بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وإعلان نتيجتها نهاية الشهر الحالي